بغيت نشير في البداية بأن هذه الأحداث الأخيرة اللي عرفتها بعد مؤسسة الجامعية تتوقع للعموم حالات معزولة ومتى تعطيش الحق في التعميم أسرة التعليم العالي تزخر في غالبيتي الصاحقة وكي نقولها 90.9% دي الأستيدة والإداريين والمسؤولين يتسيمون بالنزاهة والاستقامة وكي يبدلوا واحد الجهد في بتفاني وإخلاص أسرة كنت تعرفوا الإكراهات اللي كينا اليوم في الجامعة المغربية وبالخصوص بهذا الإقبال اللي عن الجامعة المغربية أنا ما كنقولش الاكتداد الإقبال اللي كين وكنواجهه الأستيدة مشكورين والعمداء ورؤساء الجامعات اللي كي بدلوا واحد المجهود كبير باش نقوموا بالمسؤولية دينا وباش نواجهوها التحدية هذه اللي أنا دي ما كنبغي نأكدها لها في الوضع في القوى الحية دي للجامعة كنقول لهم هذي فوراس ماشي تحت هذه الإكرهات هذي كلها هي في حقيقة فوراس لبلادنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر